اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي برنامج المراية وحلقة جديدة ان شاء الله نعرضه هيكون عنوان حلقتنا الوهم المريح والحقيقة ان احنا معظمنا بيعيش في الاوهان بيحاول يحسس نفسه ان هو مبسوط ومرتاح وراضي لكن في قرارة نفسه بتبقى الموضوع مش كده ابدا وهو بيوهم نفسه بانه مرتاح علشان حاجة من الاثنين يا اما هو خايف من التغيير وحاسس ان اي تغيير هيحصل هيوديلي الاسوأ يا اما بيكون حاسس ان هو لو حاب يغير ان هو كده مش راضي باسمت ربنا ليه او ما فيش رضا لكن احنا عايزين نتعلم ان احنا ما نوهمش نفسنا وان احنا فعلا لو في حاجة مش مرتاحين فيها نغيرها نعمل كده ازاي ونتصرف ازاي هو ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة وهو ده برضو لو عايزين اي سؤال بعتولي برضو على صفحة البتنامج وهستنى برضو اجاباتكم على المسابقة الهدايا قيمة جدا مقدمة من الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد ودلوقتي نعرف بقى هنعمل كده ازاي مع الدكتورة جهان حسين بنرحب بحليكي دكتورة اهلا وسهلا استشاري نفسي واسري ومدير عامل اكاديمية الدولية لتطوير الزاد ازاي نعرف يعني نحنا نفصل بين الوهم والحقيقة ان انا فعلا مرتاحة ولا بوهم نفسي كويس فاكرا لما برق عدنا نهزره نقول هو الخاف من العفريت يطلع له ولا من خاف سلم ايو فاكرا كنا محترين باللتنين مكناش محترين كنت بقولك وما الاتنين صح في حتة معينة ايو ان من خاف سلم لو خايف من حاجة حقيقية ويدور له على حل يبقى هنا هيسلم لكن لو هو خايف من العفريت وسموها عفريت مش بنقول عشان ما فيش جن لا فيه بجنة بس هو جابوها لانه خيالي واوهام فهيطلع له اي صحيح فاحنا الوهمة بالنسبة لنا هو مفهوم ايه ان الانسان يبالغ في الخيال حتى يعني يكاد يصدقه ولا يعيش الواقع يوهم نفسه بالحاجة لغاية ما يصدقه يصدقه ما يعيش الواقع مش عارف يعيش الواقع فده بيبقى مشكلة خطيرة جدا 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 لانه للأسف هذا النوع بيتصور انه هو عايش الرضا هو فاكل انه كده راضي ممكن تيجي فترة تتضمر وتتعب زي زي مضمن مخدرات اه ياخد الجرعة اي مسكنا للحظة يبقى بالنسبة له يعني كيفته مبسوط كده خلاص تمام فزبطت له وقت اه فترة محددة اه وبعدين يفوق يفوق على الالم وعلى الواقع وكذا يجي مش عايز يفوق يروح واخد المسكنا تاني او الضحيك ان انا لو عيشت في واهم حاجة بقى انا كااني مضمنة لحاجة زي اه ده اكيد نعم من انواع الادمان نعم من انواع الادمان ان انا عيش وهم وفيه ادمان الخب اه وفيه ادمان الجنس وفي ادمان ال اه او كل حاجة كبايت شاي ممكن تبقى ادمان في ادمان الاكل ادمان الاكل ادمان صرت الناس اه الغيبة ده كيف عند بعض الناس تجيب صير اتنين النهاردة اه ايو صحيح يعني دي بتبقى كيفة عندهم للآسف تمام اه فنقطة الوهم اعمل حاجة اسمها يعني اعمال العقل اه لان ربنا سبحانه وتعالى جعله ميزنا بالعقل فانا لابد افكر في العقل بتاعي ده انا دلوقتي اه في حدث ما اي حاجة اه بادرمها مثال في الموضوع العفريت يطلع له كلام ده كله في ايه اه لو انا النهاردة دخل على مشروع المشروع ده سوبر ماركت مثلا هجيب اكل وهجيب مثلا اه ازاز بيتكسر الوهم انا او حد يقولك خلي بالك يا بنت انتي هتخساري هتلاقيك الازاز ده كله تكسر وهتبقى خسير فظيعة والاكلة هيبوز ومش هيتباع وكذا 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 اين امتى ازبط الحتة دي ازاي افكر بمخي انا لا مش كده احط بعقلي ان اللي وارد اللي قال كده او الفكرة اللي جات لي دي تكون صحيحة وارد تمام بس ليها حل ان بالعكس هنا بقى من خف سلم ان انا خايفة الازاز دي كسر فانا هجيب عربيات مبطنة علشان انقل فيها البضاعة وازاي حافظ على الحاجة دي وازاي حط الازاز في اماكن كذا اخذ احتياطاتي قدك بس تمام مثلا عندي اكل يبقى انا هجيب تلاجات وهحط فيها الاكل يبقى انا كده ضمنت ان انا حتى لو انا هعمل مطعم او اي حاجة وهبع هبع ديليبري بقى انا ادي له ايه الموتسكل بتاعه في ايه تمام وقت كل تياطات تمام هنا كده من خف سلم لكن اقضى عاية بقى او ما عملش المشروع اصلا يبقى انا كده ايه توهمت ده اللي يخاف من العفريت يطلع له ده اللي يخاف من العفريت يطلع له لا انه لو ده خلف الموضوع هيطلع له العفريت والحاجة هتتكسر والاكل هيبوز وكل حاجة وهيخسر وقولي اخسارة وكذا وكذا او انه مش هعمل المشروع اصلا او تمام فهم اصلي ايوة فهم سرحتي في ايه انا بعرفك لما بتسرحتي على طول لا يعني انا مش عارفة برضو انا لما اكون وهمة نفسي بحاجة اطلع نفسي منها ازاي يعني انا مثلا وهمة نفسي ان فيه شخص بيحبني جدا اطلع نفسي منها ازاي انا زي ما قلت لحضرة انا فاكرة ما كنا بقولي حطي عقلك في قلبك وحطي عقلك في قلبك انا لازم ابتدي افكر في اللي انا بفكر فيه ده يعني ايه دليل الحب يعني هي الشخص المهم هتلاقيها لو خطبتيها بالعقل هي عارفة انه عقلا ما بيحبهاش طبعا لان عندها مية دليل انه بيحبهاش وهي بتبقى في قرارة نفسها فهمة كده مش بالضبط هي لما بتفوق احنا قلنا بتاخد جرعة مسكن جرعة مسكن بايه قال لها صباح الخير بص لها بص حلو اوه يبقى معجب يبقى عايز تجوزني يبقى بيحبني فانا عايز اعيش في الحتة دي فرفض ان انا اخلي عقلي خطبني في اللحظة دي يعني الحتة دي جاعة لهواية انا حباها عايز اخد المسكن دلوقتي عايز اخد المسكن دلوقتي عايز اعيش الوهمة ان ده بيريحني لان انا متعلقة تعلق بشع جدا ولو انا فكرت ان انا سيب نفس العقلي وعقلي هيقنعني تماما ان الشخص ده مش عايزني انا هتضمر هتضمر فانا رفض اتقلم ليه بنقول الوهم مريح هو وهم لان انت وقدم مسكن بيه فانتي معينك تعبانة يعني الوهم مش مريح ولا حاجة بس هي بالنسبة له منطقة الراحة مش بحسسها بالقلم مش بحسسها بالقلم بيسكن القلم لوقت المحدد واحدة عايشة مثلا مع جزهة ما بتحبوش ومقتنعة تماما انها لازم تطلق بس هي خايفة ما تتجوز خايفة تتجوز تاني يطلع يزوج اسوأ من الاولان والوهم بقى يجيب لها بقى ايه خيال كتير جدا انت ما ممكن يطلع اسوأ مش الحمد لله وهي متخلنها راضية طيب وفي الاخر هي ما بتعملش الخطوة للطلاق ولا الخطوة لإصلاح الحياة للزوجية يعني ما بتحلش من هنا ولا من هنا ولا من هنا احنا تكلمنا عن حاجة زي كده برضو لما قلنا في نصف حياة الناس بتعمل كده بتعيش نصف حياة بالطريقة دي لأ بس في فارق بقى نصف حياة هي قردي عايشة بكامل عقلها مقتنعة انها مش هينفع تطلع عشان المجتمع فدي مختارة بكامل إرادتها لما التاني جابر نفسه على كده التانية مغيبة التانية مغيبة هي مخنوة أو كرهة بس ضعيفة جدا في اتخاذ القرار طب ايه اللي خلاها كده بقى يعني ايه اللي خلاها ضعيفة في اتخاذ القرار إنه عدم استقاب النفس دي اهم حاجة أساسي ما عندهاش القدرة ولا استقاب نفسها بصي اللي احنا قلنا قبل كده إن اللي عنده عدم استقاب النفس بيبقى ايه بيقول ايه ثلاث كلمات لا أستحق لا أستطيع لا أصلح عايز عايز فهو خلاص أنا لا أستحق زوج أحسن من ده أو لا أستطيع أن أخذ خطوة الطلاق وأن أنا أخذ خطوة واشتغل وحارب وكذا 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 ولا أصلح يعني أصدك إنه هو بيجيب العيب في نفسه ما كناش عارفين ما كناش مركزين يعني ممكن أكون عارفة ناس كده بس مش عارفة الأسماء دي ما كناش مركزين إنه هو عايش دور الضحية عايش دور المظلوم طب ده عايش دور اللي هو فقد الثقة في نفسه أو اللي هو بتاع حلقة النهاردة الوهم المريع ده عايش دور الضحية ولا عايش دور ايه بزدد فيه صنف كده وصنف كده طب نقولها بشكل طب قولي يعني يعني فيه شرحي شوية طيب تمام طيب طيب أنا النهاردة عندي فكرة إن الجهاز النفسي بيتكون ثلاث حاجات وده طبعا جهاز افتراضي يعني هو مش واقعي لإن حضرك لما بطنك بتوجيك بتروح تعميه سونار أو كذا أو كذا فخلص إنت كده معروف إن دي بطنك والصنر هيعمل ده لك اللي ولت روح تقولت للدكتور نفسي التعبانة هيعملك صنر على إيه ما فيش مش حاجة محددة لكده مع إن ممكن تكون بطنك اللي تعبانة من نفسيتك أصلا ما يكونش فيه عندك مرض عضوي أساسا أيوى وقت كتير ممكن يكون الصدع ماروش الضعوة ولا عندك حاجة في الصدع بس هو نفسي صدع نفسي ممكن جدا طيب أنا الجهاز ده افتراضي ها مش موجود مش هقدر أصوره ومش هقدر أعمل تصوير عشان أقولك يا إناس أنت الحتة دي اللي واجعك لكن أنا هعمل إيه هعرف أساسيات معينة الأساسيات دي بتقولك أو العلماء قسموها لتلات حاجات إن أنا عندي النفس الأولى وربطوها بحتة كده دينية شوية اللي هي فكرة إن أنا دي الهو الهو يعني إيه يعني الهو دي اللي هي نفس الأمارة اللي بتقولك أنت جعانة أنت عطشانة أنت لازم تلبسي أنت كذا أنت كذا أنت كذا فدي اللي بتخليكي تدركي أصلا إنك عايزة حاجة عايزة إيه بالضبط عايزة إيه طيب هننتقل لبعدها للأنا الأعلى والأنا الأعلى بالنسبة لي إن أنا بيقولك ده اللي ربنا خلق فينا الضمير عشان يقولك إن اللي أنت عايزة ده اللي أنت عايزة ده مثلا يعني عايزة تلبسي ومعكيش فلوس مثلا طيب هتعملي إيه هتسرقي ولا هتلومي المجتمع ولا هتلومي هتعملي إيه أي ولا هتتزني فالضمير المثالي أو الحتة دي لو هي في السنتر مزبوطة المفروض أن أنت هتتزني وتحصلي الموضوع الرضا اللي أنت كنت عايزة تكلميني فيه أيها أنا كنت فأنا عايزة أعمل حلقة عن الرضا بحلقة ما هي دي كأنه ده مضمونها طيب كويسي أنا هيحصق عشان يحصلي الموضوع ده هعمل إيه خلاص أنا عندي في النفس الأمارة اللي هي الهو بالضبط كده هي بالضبط بتقولي إيه أنت عايز تاكلي أو تشربي أو عايزة تلبسي لا ده أنت عايزة تغيري ألوان وأكسسوريز وعربيات وفساتيني أنا عندي حاجة اسمها اللي احتياجات والرغبات فكرة اتكلمنا برضو فيها قبل كده اللي احتياجات الرغبات فالإحتياجات أساسية ودي علامة على فكرة الصادقين لو اديتي حد من الغلابة مثلا حاجة لو محتاج هيفرح أود لو مش محتاج هيقولك ما عندكيش حاجة تانية لمجرد أنه ياخده خلاص ده رغبات بقى لا مش بياخده خلاص ده بيتدي تأمر أنا أقصد لو تديه جلبية تديه واحدة جلبية تقولك طب ما عايزة لون تاني أو عباية تقولك لا 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 قصدك اللي ده مش احتياجها ده رغباتها ده رغبة لأينا أكيد عندها هي لو ما عندهاش ما كانتش ناقت مش هتنقل صح ولا لا صحيح نفس الكلام انت بتبتدي عندك لبس يكفيكي لكن انت كل يوم عايز تنزليه فستان شكل ولون شكل وشنطة شكل وجازمة شكل وكذا هل ده الأساس؟ لا الأساس انك تبقي عايشة مكسية وربنا سترك صح؟ صحيح طيب جتي بقى انت عندك طموحات في الحياة وكذا 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 بس انت محضي ما اتحققتش ما اتجاوزتيش جوزك طلع زي الزفت طلعتي فقيرة طلعتي شكلك مش جميل أي حاجة بقى دخلت في مراحل انك انت عايزة ومش قادرة طول اللي انت عايزها تعالي بقى الوهم يحصل هنا بقى ان انا عيش في السنتر اللي هي خناقة او الصراع الداخلي في نفسي واللي هو بقى يثبطه الدين والعقل ان انا ابتدي افكر علشان اطلع انسان متزن عندي رضا والله اطلع بقى انسان اتهي من المجتمع اواجلت ذاتي واقول انا لا استحق او ان انا اضميري ما يتقول يالله اسرقهم اعمل فيهم اسوي وهكذا طب انا ايه اللي يمنعني ان انا غير الوهم ده ان انا ما بقاش وقعية ايه اللي منعني اه ايه اللي منعني سؤال جميل جدا 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 عشان كده لما كنت بقولك هي متخيلة ان هي كده راضية هي مش راضية هي مستسهلة هي لو راضية ما كانتش هتعيش تعبانة لكن هي مستسهلة معنى انها لو عاشت مش تعبانة يبقى هي كده راضية اهو لان هقولك على حاجة معنى ان ربنا تقدرلي ان يما تجوز او قدرلي ان يكون فقيرة انا هسعى للعمل لكن رزقي محدود يعني انا رزقي ربنا مقدره انا ممكن يكون بسعى للعمل كبير جدا ومع ذلك انا رزقي مكتوب لي 1000 جنيه في الشهر هعمل ايه يعني هي دي رزقي ربنا كاتب لي كده يبقى انا لو انا عاملة اللي علاية امام الله سبحانه وتعالى وان انا بقول يا رب انا عملت اللي علاية وكده ويبقى ده رزقي يبقى انا هعيش راضية صح؟ صحيح لكن لو انا نفسي مش مزبوطة هبتدي اقول ايه هبما اي ناس ما بتشتغلش زي ومديها انت وبيجي لها قد كده ويشمعنا انا بيبقى محلين جنب بعض واحد داخل عليه الناس تهجمهم واحد تاني ما فيش صح؟ ايوة صح ابتلاقات ولا ايوة ابتلاقات ابتلاقات طيب انا النهاردة همستسهلة عدم الرغبة في التغيير انا ما عنديش رغبة في التغيير لان انا خايفة من التغيير خايفة جدا ان يطلع الجاي اسوأ ده اللي بيعطل فعلا معظم الناس اه تقولك انا خلاص خليني كده الحسنة ممكن لو غيرت الدنيا تابعي حش اكتر وكمان اه لما حد يكلمنا قبل كده وقال فكرة ان انا بيأثر فيها تجارب الاخرين اه فتبتدي عارفة كأن حد ملجمك انت عايزة تمشي وحد بيشدك ورا انت عايزة طلع قدام حد عمالي يقولك لا ارجعي ورا من ضمن الحاجات اللي بتقولك ارجعي ورا تفضل بقى تجيلك الشطان بقى يجيبك صور كل الناس اللي اطلقت تقولك ما تتجاوزيش خلفيات ناس قبلي كده قبلي تجيدي عايزة تتجاوزي كل الناس اللي اطلقت يجيوا قدام يعني كده تطلع لك بقى كل الصور دي قدامك وهكذا ايسي على ده كل حاجات كتير سواء ان هي تطلع لك من خيالك والوهم بتاعك اللي انت عيشة او ان هي يجي حد مثلا يبتدي يطلع لك طب ممكن انا متسرعة ولما تجيلي حاجة زي كده تفرملني شوي حلو اوي كانت كده جميل جدا اه ما لازم بقى نفرق ايوه ما افرق ازاي انا برضو يعني ممكن ما اقدرش احكم على نفسي نفرق اه انت قلت كلمة انا متسرعة اه اذا الشخصية دي نقدم على الخطوة اه بس خايف يبقى دي غير الموهومة اه دي حاولي دي متحاول الموهوم مش هتقدم اصلا ايو 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 عشان كده احنا مش مطلوب اننا نقض ولا نجري احنا عطوب نقف في النصف دي ندين وسط ايو اه فحضرتك لما انا جهان متسرعة فانت هتيجي تقول ايه جهان اسبور ياهدي لحسن التجربة دي تغرقي فيها ويجرالك ويجرالك اي اه فانت هنا بتفرمنيني اي لكن التاني اصلا مش بتحرك هتفرمنينيها اي 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 المتسرعة دي عكس الموهومة عكسها اي اي ولا ان النهاردة اللي انت اللي هي عادة موهومة دي اه انت هتقول لها ايه ده هي ايه لكل حاجة يعني ايه لكل اللي انت ايه لها هي بخدرة نفسها بخدرة نفسها ولو انت قلت انت هتأكدين لها اي اللي هي فكرت فيه كله اي اي طب نطلع فاطل ونرجع تاني بتحسي بالفاطل حضرتك طب نطلع فاطل ونرجع تاني تفضل انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي يا سيدي استشاري اصري ونفسي انت فاكريني مجنون لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده ايوة انت خسرا ايه وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت اختلافك سر تمييزك اكسب وتعلم معنا مع مصابقة برنامج المراية هدايا قيمة للفائزين دورات تدريبية استشارات نفسية وكمان اسرية عضويات خصم خلال العام مقدمة من الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت كل اللي علي جمع اجابات للتلاتين حلاء المعروضة خلال شهر رمضان وبعثهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.feesbook.com المراية معنا اختلافك سر تمييزك هذه المسابقة برعاية الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت اهلا بيكو لسه من ورانا الدكتورة جهان حسين طب يا دكتورة بالنسبة للوهم هو في وهم بيبقى له فايدة مفيد الوهم او اي فكرة انت بتفكري فيه بيبقى مفيد في حاجة واحدة ان انا لو هتخذ اجراء ايجابة ناحيته لكن ان انت قاعدة بتفكري بس ده ما فيهوش اي حاجة ايجابية قصدك لو حرقني اه هنا هيبقى ايجابة يعني لو جينا قلت دلوقتي ان انا جيت انزل فانا خفت الكعب الفرحت واغذى مثلا نشوز معايا احتياطي عشان لابسة كعب عليها مثلا يعني انا فعلي خلاك اتصرفتي في حل عملتي حل زي ما قلتلك كده في موضوع اللي بيعمل المشروع انا توهمت من كل المشروع ده البضاعة هتفسد والإزاز هيتكسر وكل حاجة طلب بعفريت بحل لو انا طلب بعفريت بحل فعلا كذا 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 انا هنا بالنسبالي ده كان وهم ايجابي هو وهم من كل حاجة ممكن تضرني لو توقفت لكن لما حلته خلاص بقى ايجابي طيب ايه لا اكثر وهم بالمرض اه ده طبعا خسير جدا ممكن يبقى ايجابي ممكن يبقى ايجابي في فترة اه طبعا ممكن ايجابي ممكن يبقى سلبي اه في ناس كتير دلوقتي بقى فيه خطر عظيم خطر جدا والناس بقيت مهملة إهمال شديد جدا وفاكرين ده التوكل لا يا جماعة مش ده التوكل إيه هو التوكل؟ إن أنا أخذ بكل الأسباب أخذ احتياطي وظبر لا يعني أقولك تغذي بالأسباب حتى تكادي تفتني بيها يعني شبه مؤمنة تماما إن الأسباب هي اللي هتشفيك أو هي اللي هتنقذك أو اللي مش هتعرضت للمرض ولكن في قلبك إيمان بالله سبحانه وتعالى إنه هو قادر على كل شيء يعني أخذ الأسباب لكن عندي الإيمان بقدرة ربنا بس الأسباب كاملة لأنها هتحاسب عليها هتحاسب لو أنا أهملت هتحاسب لو أنا جيت نزلت وقلت لا مش مشكلة منها لو ربنا كتب لي المرض هامرد طب أنا حط نفسي قدام عربية أقول لو ما كتب لي موت هاموت لا أنا مش مطالبة بالكلام ده خالص الناس طبعا مستهترة جدا بالموضوع ده ومستهينة بيه ولما بتصاب هي أو حد من عندها تبتزي تفوق طب انتم مستنين ليه للمصيبة تحصل يعني طيب لكن إم تبقى نقول إنه أهم مضر عمال لي بقى روشة يعني في ناس حابسة عيالها تماما طب ما تغذي بما تنزليها بمعقم وكذا وكذا وتنزل تشوف حلقة وشغلقة أو واحدة بتقول لو جزها ما تنزلش أو واحدة بتقول لأهلها ما تجوش لأحسن ولادي لأحسن أمي لأحسن يجري لله بقى حالة هلع فكرة لما تكلمنا عن فكرة الفرق بين الابتلاء والبلاء هي دي الفكرة إن أنا المرض اللي جالنا كورونا ده يعتبر التلهق مش للأمة ده للعالم كله صحح يا إما أنا جالي حالة زعر وروع فكأني فقدت إيماني في اللحظة دي وانسيت إن أصلاً أصلاً من غير كورونا ممكن كان يجيلي كورونا أو غير كورونا يعني ممكن نموت من غير كورونا يجيلي أي مرض كورونا ناسه كان ممكن يجيلي هو لولاً انتشار لكن كان ممكن يجيلي صحيح فأنا لو عندي القضايا الإيمانية بفكرة إن أنا ممكن أمرض في أي وقت يبقى أنا مكنتش هيجيلي الهلع من الخبر يعني أنا شخصين استوقفني الموضوع جداً الحالم كله مخدود لا أنا بكلمت في فكرة إن دي حاجة حصل للعالم كله للناس كلها قصدك مع بعض سأقولت ده في حاجة يعني رسالة من ربنا حاسة إن الأرض بتتهيأ لأمر آخر يعني الحاق الدنيا بتتبدل لعالم آخر علشان يحصل تحول جديد يعني بتلاحظ كل الشغل دلوقتي بقى إلكتروني في حاجة غريبة بتحصل يعني تحسين فيه تنقل للحياة كلها بتحسين الدنيا بتتغير بتتبدل والمرة دي العالم مش بلد أو العالم كله طبعاً حصل فرق شاسع طيب فيه ناس خدتها بشكل إيجابي وبسرعة جداً دورت حل وعملت شغل إلكتروني وبدأت كان عندها محلة قفلت وابتدت تنزل تصور البضاع بتاعيتها وتبيع على النت مثلاً وناس تانية عادت تعايت وتحبست وتخنقت وبتدت تقولك إيه أنا كذا أنا هيجراري الدنيا بتخلص وكذا وكذا ويعود من الوقت بقى نستنى الموت هو حتى لو أعرفت إن أنا هستنى الموت المفروض عمل إيه يعني لو أعرفت بكرة إن إيه ما بكرة أعمل إيه يعني أعمل برضو لو قامت القيامة وكان في أحد في يد أحدكم فسيلة فليغرزها يعني أنت لآخر لحظة مطالبة لأنك ما عندكيش يقين بالقيامة ما حدش عنده اليقين فإحنا مطالبين بذلك طبعاً ده أكبر وهم خطير طب إيه رأيك بقى في الوهم بالإحساس بالزنب في ناس كتير عندها الإحساس بالزنب ده موهمة كلمتك قبل كده عن عن جلسات قلتلك العلاج بخط الزمن وقلتلك هي التخلص من مشاعر السلبية وقلتلك إن إحنا بنتخلص من أربع مشاعر رئيسية من ضمنها الغضب والخوف والحزن والشعور بالزن طيب هل ده معناه إن النبي سوصل لما قال لا تغضب ما عندنا نكتبي برده يعني تشتميني أضحك هو ده؟ هذا غضب بس المعنى هنا المقصود إن رد فعلي ما يكونش عنيف رد فعلي يكون متازم برضو قلبي وعقل لأن حابك لما هتشتميني دلوقتي همستي قلبي مشاعر اللي وجعتني دلوقتي صح؟ لو أنا مفيش عقل هندفع في رد الفعل لكن لو فيه عقل هفرمل شوية الدنيا هفرمل التصرف هغضب وهزعل وممكن أخصمك وممكن ما ردش عليك وممكن أعمل كل حاجة لكن لو أنا منفعلة ممكن أندفع أندفع وأعمل رد فعلي أسوأ أندم عليه بعد كده الشعور بالزن بنفس الشيء ربنا خلق كل حاجة نعمة الخوف دي نعمة أنا لو مش بخاف من نار هرمي نفسي فيها صح؟ صحيح طيب والشعور بالزنب بنعمة كبيرة جدا ربنا سبحانه تعرف الخرعين أقسم بالنفس اللوامة هم ولا يمكن كان يقسم بيها إلا لجمالها لأنها أجمل نفس بترجع وتتوب وتقول أنا النهاردة شكلي دايقتي إيه ناس؟ أنا النهاردة على فكرة ما ديتش عملي حقه أنا النهاردة ما كنتش كما ياجب أنا النهاردة غتبت فلانا النهاردة عملت كذا جميل جدا أنك تكون عندك شعور بالزنب وجميل جدا أنك تحاس بنفسك كل يوم وكل ليلة وبعد كل عمل الشعور بالزنب يخلينا رجع نفسي برضو في العمل اللي هو الإيجابي آه الإيجابي يخليكي على الأقل تستغفري والتوبة أي وتعزيمي على إنك ماتطرريش أي لكن أفضل بقى بالشعور بالزنب بافضل عاية أنا ربنا خلاص كرهني يا ربنا دخلتك النار أنا مش ممكن ربنا هيقبل مني ربنا لا هيقبل توبتي أروح سايب الصلاة ما أنا كده كده أنا وحشة ما أنا كده كده بجيب في سرط الناس ما أنا كده 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 خلاص بصلي ليه ولا عمل ليه يعني كده زادت معي هنا بقى دخلت في إيه؟ في عدم الاتزان إن أنا لازم أقف في عملية السنتر في كل حاجة عشان أوزن بقى كل القصة دي الموضوع سهل جدا والله في ناس بتقول لي إيه؟ أنت بتحسين أن كل حاجة ليها حل فهو الموضوع تافهت آه ما حالك أنا كده بصرحة عايزة أقول لي كده في ناس الحاجة بتقول لي كده بس أنا فعلا يعني الحمد لله بفضل الله يعني نادرا ما حس إن فيه موضوع مأزم يعني الحمد لله عندنا كروب والله العظيم بربنا يعلم الواحد عنده حاجات بس بتعرفت خلوجي منها عصدك لا مش بخروج منها ما بغيرش الواقع أحيانا عارف الحلول لا بالشرط يعني ممكن يكون ما بغيرش الواقع لكن لابد إن أنا أتعلم حكبين يا إما أعرف أحلي يا إما تكيف مع الواقع يعني يعني أشوف الحل إيه؟ طب التكيف ده بقى مش نوع من أنواع الواقع اللي إحنا بنتكلم فيه؟ لا التكيف ده قمة اللي تزان فعلا لو زاد مني قوي مش وهم؟ ما فيش حاجة اسمها زاد من هقول لحضراتك حاجة لما كنت بشرح لك من شوية جهاز النفسي أه معنا ما كملتوش كنت بقولك إن 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 هم مقسموا العلماء لتلات إيه؟ يعني تلات يعني تلات أنواع من النفس أي طبعا هم ربطوها حاولوا يربطوها بالنفس في القرآن وده مش صحيح وأنا ردت على بعض يعني اللي شرحوا لي الموضوع وقفت معهم وقفة جنبة لأنه ما ينفعش الربط بالقرآن لأنه هو اعتبر إن النفس اللوامة هي النفس المريضة اللي عندها الطراب نفسي وإحنا طبعا النفس اللوامة هي النفس الدميلة في القرآن لربنا أقسم بيها كمان أقسم بيها والنفس الأمارة بالسوق هم اعتبروها مش أمرة بالسوق أعتبروها مجرد إن انت أمارة يبقى بتاكل وتشرب خلاص بأسمها أمارة فأنت كده كأنك بتشلي حتة من الآية فأنا برضو رفضاها طالما قال أمارة بالسوق لإن هي نفسي عايزة متع حياة نفسي عايزة بغانية عايزة شهوات عايزة متاع عايزة ملبسة حجاب عايزة كل حاجة نفسي عمالة تأمر بالسوق ده نفسه إن النفس اللي أمارتهم بالسوق أنا أقف بقى مع نفسي بإيه بأن أنا أهزبها ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوها قد أفلحها من زكاها وقد خابها من دسها طيب أجي بعد كده أدخل للمرحلة التانية اللي هي مرحلة إيه الضمير اللي هي النفس اللوامة اللي تفضل تقول لي أنت عايزة ليه ربنا أسملك كده أنت رفك محدود لو أنت وانت بتبصي لغيرك ليه أو كذا أو كذا أو كذا لو أنا وقفة في عملية التهذيب النفس خاصة لمرحلة إن نفسي هنا المنطقة اللي في النص دي هتبقى نفسي سوية لو بقت سوية هتتكيف مع المجتمع هتطلع للنفس إيه للأنا الأنا دي اللي هي اللي هي ظهرة للمجتمع التعاملات اللي هي المنطقة معنات فحضرتك لما هتشوفي جهن في اللحظة دي على الأقل اللحظة دي بتتعاملك بنفسي سوية بتعرفي إن دي عندها الدنيا جوة مظبوطة ما عندهاش ما عندهاش مشكلة نفسية ما عندهاش العقد اللي بتاعث لدي خلاص؟ أه لكن أول ما تلاقي جهن بتتصرف معاك تصرفات مش طبيعية معاك إن المقش طبيعي جدا يعني أنت يبقى فيه مشكلة عارفت كمان بتوئي صباح الخير عارفت كده بزه هنا بقى يبقى فيه مشكلة فيه مشكلة كبيرة المشكلة دي إيه هي؟ أيا كان بقى يا إما أنا عندي جلد ذات وشعر إن أنا مضطرب فحسس إن أنت دلوقتي ببصي الترياء علي حسس إن أنت ببصي بقى أنا مش عاجباكي لأن أنا ما عنديش ثقة في نفسي لكن لو فيه ثقة في النفس أنت ممكن تبصي لي أقول دي أكيد عاجبها لبسي أكيد كذا لكن لو ما كانش هبتدي أقول إيه؟ هي أكيد اللبسي مش مزبوط أكيد فيه حاجة غلط صح؟ صحيح طيب يا إما أصلي إيه ناس وحشة أصلي الناس بتكرهني أصلي أبويا ظلمني أصلي هو السبب في اللي أنا فيه أصلي أنا كذا 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 يبقى أنا عشت دور الضحية أو يلا كله يدفلق وكله يغبط دماغ وأنا عشت حياتي وكله مش هسأل في حد دول التلاتة دول يعملوا لي على طول النفس فيها صراع وفيها مشاكل نفسية كتيرة جدا 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 توصلني لعدم التكيف مع المجتمع يبقى ينفعش أقول لي على الشخص المتكيف أو متكيف زيادة على زوم يبقى ده مش مزبوط لأ ده مزبوط جدا اللي بيتكيف مع الأمور مزبوط جدا أيها طبعا لأنه هو ده يا دول على أنه هو صالح مع نفسه جوه فما ظهرش أي حاجة خارجية سيئة فاكرة لما برضو شرحت لك قبل كده السلوك وقلنا السلوك بيتم إزاي وانتي عملين نقول حضراتك دلوقتي ضيقتيني فدخل جوايا تقلبت في مشاعري وقى حسيسي وخرج ده أحكام مختلفة آه قلناها دي فلما قلنا إنه خرج للناس سلوك معين السلوك ده ظاهره ظاهره سوي أو غير سوي ده عبر عن المكنون الداخلي اللي جوايا وصلت ولا إيه لا لا فهمتك فهمتك والله فهمني حسدك سراحة لا أنا بس بس سراحة إنها سألك في حاجة تانية طب أنا لو عايزة تغلب على مشاعر إن أنا خايفة أعمل تغيير دي فعايزة أحول الوهم الوهم إن أنا بوهم نفسي بالراحة عايزة أحوله لواقع لواقع أعمل إيه طيب أول حاجة أنا لازم علشان أعمل عملية تغيير أول حاجة خالص أعترف بالوهم أعترف إلي فيه مشكلة طيب إحنا ضمنت الأساس فأنا لازم أعرفة إن أنا موهومة لعرفت إن أنا موهومة بدأت بقى أفكر إزاي حالت يعني أنا مثلا واحدة متخيلة إن شخص معين بيحبها هي لازم تعترف جواها أنا مش بيحبها آه لازم تقعد قاعدة كده مع نفسها كده آه تعالي بقى النهاردة أنا جهان ممسكت مريتي تعالي بقى الجهان كإني هي دي حواري مع النفس اللي هو كإني دي صاحبتي يعني لو أنا صاحبتي ودهي بتحكيلي خصة حب أو كذا أو كذا خلق تعالي يا إيه ناس قولي لو بيحبك إزاي هلو فكرة دي محب بنصح نفسي كإني بنصح حد آه والله دي أحلى حاجة دي فكرة ممتازة دي أحلى حاجة والله العظيم آآ آآ لأن هقولك حالة هلو عايب بقول نصائح للناس ممتازة ببعرفش نعم أنا ما نفسك والله العظيم لأن أقرب صديق ليك نفسك آه واللي عارف سرك نفسك واللي عارف الحتة بتاعتك نفسك آآ واللي عارف عيوبك نفسك واللي عارف أفطائك نفسك واللي عارف شهواتك نفسك واللي عارف خلفياتك والماضي والحقيقة صرحي نفسك طب انتي بتحبي ليه ممكن تكون فيه واحدة مسلا مرة جات لي صراحة فيه بعض الناس الحقيقة يعني الحمد لله يعني بيرتاحوا شوية معي يعني ده اللي بحسه صراحة انتي مريحة الحقيقة ربنا يبيريك لك بس بس بصراحة ده بيحصل يعني من بعض الناس هو عشان عندك علم برضو حقيقة بتردي بعلم مش حكاية يعني يعني ممكن أكون أنا مريحة بس أقول لك رأي غلط لكن برضو حقيقة عندك علم يا الله هو عالم بسي هو أنا اللحظة من أكتر من حد يعني فوجئت انهما بقريحية لما قعدوا قالوا كل جوام كأنهم فعلا قدام نفسهم ومش محرجين مني يعني فهم عاصبي ايه فكنت بفرحانة جدا صراحة يعني بحس ان انا وصلت المرحلة ان انت وثقت في ايه انك تنقلي ده اللي عايزة وصله لك ايه انهما لما كانوا بيقولوا الكلام ده أنا كنت فرحانة قوي انهما واضحين قوي بيقولوا احنا كذا اصلا بسي حبيت ده علشان فكرني بخطيب اللي ايام الكلية من عشر الى خمسناش سنة قصدك طلعوا لجواهم لازم اه هل ايه هتقولك اصلا انا ما كنتش عارفة بقى اونا لما تعلقت بي اتعلقت عشان هو كذا كذا اونا عشان بصراحة شبه كان فلان او صفاته فلان او عشان انتقم من فلانة خلطي لما زمان قالتلي مش هجوزك من خلطك ايه بقى عارفة خلطياتها كلها محدش يعرفها غيرها اه اذا وصلنا انك انت اتكلمت مع نفسك لهذا الحد هنقعد قدام المراية كأنها صاحبتنا اه لهذا الحد لهذا الحد اه تأكدي انك هتحل الموضوع يعني ممكن احول الوهم اللي عندي ده الواقع ما هو الاول خطوة هي اه طيب بعد كده انا خلاص معنا عمري ما هقف عند اه التفكير اه انا عندي الضعر ماروحتش للدكتور مش هتعايق مش هتعايق يبقى انا هدخل في المرحلة اللي بعد كده عرفت ان انا اعترفت بالوهم اللي عندي والمشكلة اللي عندي بدأت اول خطوة في اني اعمل سيرش حتى عالنت في ان انا عبحث عن طبيب ده في حد ذاته ويبقى انا بدأت اخد خطوة نحو العلاجة عرفت ان فيه مشكلة فابتده العلاجة اه تمام طيب ممكن وانتي ماشية وراح اتكلمي الطبيب مسلا يعني ترجعي مرشدير كده ويا لا 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 بلاش ما خلاص يبقى انتي ما بتكمليش يبقى انتي لازم تكمل ايو طيب هتكملي وانتي ماشية في الطريق هتقف قدامك لازم عواقب لازم هتقف قدامك عرقيل ولازم هتكعبلي ولازم هيجي حد يقولك ما بلاش وايه يا بنتي الكلام الفارغ ده في بعض الناس جاتلي وكان شيء محزن يعني هي مدركة وعرفة وجاية واهلا هيقول لها فيش حاجة اسماتل بنفسي اصلا لا ازاي مفيش حاجة اسماتل بنفسي ازاي وايه بقى وادراك وايه وادراك هي مدركة واهلاها رفضين وفي بعضهم بتجيلي من وار اهلا بس برضو هي كده خدت الخطوة ممكن توصل للنتيجة ما هي دي لما اتصرفت اتصرفت صح اتصرفت صح خدت خطوة صح لانها مقتنع انها مريضة واهلا مش هادين يقتنع اي فكده هتوصل للنتيجة بدان بدأت تتصرف لانها اخدت الخطوات وابتدت تاخد طيب جت بقى جتلي فجت انا قلت لها العلاج بتاعك انا علاجي مش اقراس انا هلاجي خطوات لازم تاخذيها بالمعاد زي ما الدكتور بيقول لك ثلاث مرات اه او كل ثمان ساعات ففي علاج خطوات معانا لازم تنفذيها علشان تعملي عملية التغيير اللي انت عايزها ايا كانت الموضوع التغيير دقيق والله مشيتي عليها هتبتدي توصلي المراحل كتير استعجلتي برضو زي الدوة اللي بديوا لك الدكتور وقلتلي انا معلش بقولك اي انا عملت الموضوع ده اسبوع ده منفعش مش هتتعجل مش هتتعجل هي كل حاجة طبقيها بس طبقيها بشكل اخر اي جالي ناس كانت اكثر من رائعة جالي بالورقة والعلم عايزة تكتب الخطوات شا تتمشي عليها عارفة الطريقة وعارفة عايزة اي يعني جاية تقولي بصي حضراتك انا عارفة ان انا مشكلتي واحد اتنين تلاتة هعمل اي بديه هنحلي دي الاول ولا دي الاول اللي بتتكلمني كده اه والبرامة عارف مشكلته يبقى كده نص العلاج وجاية تقولي كده انا عندي واحد اتنين تلاتة نبدأ بقى انهي واحدة ولا نمشي في التلاتة سوا فببتدي تواعي جامد جدا جدا من اجمل الناس اللي انا بصراحة جاتلي صراحة يعني وبتوصلي بقى ابن عام النتيجة اسرع ولا الوقت طبعا اسرع بكتير اسرع بكتير لان اولا بقى بقى بتدي اقول لها خطوات هي ماشي على الكر الواجب بالملي بتجيلي الاسبوع اللي بعده تيجي تقولي بصي انا ضايفت في الحتة دي ما عارفتش عاملها لكن دي عملتها ودي عملتها ودي عملتها دي نفس فكرة الدكتورة الريجيم نفس فكرة بنقوله بيقولك برضو لو كذبت عليه بقى هتخصي ازاي؟ مش هخصي هتحك على نفسي يبقى انا بروح واجع الفاضي مبصلش النتيجة طيب بص يا دكتور اوقات الخوف بيخلينا يعني احنا خايفين نغير لنخسر الناس بنحبهم معا انه ممكن يكون الناس دو الاصلا واجعنا يعني هم اصلا سبب واجعنا واحنا وهمين نفسنا انهم بيحبونا هو دا الوهم المريح اه ان انا يعني انا ممكن يعني اخافع اعقد خطوة زي كده عشان ما اخسرش الناس دي هو دا الوهم المريح بعيني طيب ان انا عايشة مع ناس بحبها هي بالنسبة لي مسكن رغم ان هي مقلمة في اوقات كتير جدا زي واحدة بتحب جوزها قوي ودحلال وكل حاجة اي هو بيهنها وبيجرحها ومش مديها حقها وكذا وكذا لكن هي في لحظات حب جميلة هي بالنسبة لها المسكن للحياة الزوجية في ذكرياتها مثلا ولا كل شوية يبقى عندها هو واقع يبقى هو عايش معها شوية حلو شوية مش عارب ايه فتبقى مستحملة كل حاجة عشان الله حزا حلو قبل المسكن دا اه لاحظا حلو فتلاقيها ان هي عايشة تعبانة جدا ففكرة قرار التلاقي يبقى عليها اصعب من اللي بيعملها وحش وبتكرهو لان هي بتحبو مش ما بتحبوش اي اي تبقى قرر صعب جدا بيحصل دا بين الاصدقاء تبقى صديقة وليك انتي انتي بنسبة كبيرة عارفة انها مش مخلصة لك مية في المية وانتي مخلصة لها متين في المية وتبقى حاجة جواك اخناء عمالة تقولك اقطاعي العلاقة ما ينفعش دي ما تنفعش تكون صديقة دي كذا دي كذا دي كذا وانا مش قادر اعمل كده الخطوة صعبة جدا واتخاذ القرار في النقطة دي الصعبة جدا ولابد انك انتي يعني علشان تاخذي القرار دا لابد انك انتي تاقفة تحسمي فيها امرك ما بين انك لو استمرتي هتوصل لإيه ولو كمنتي هتوصل لإيه لو استمرتي عصدي ولو قفتي هتعملي إيه يعني لو انفصلتي او قطعت العلاقة حياتك هتبقى شكلها إيه ولو كمنتيها هتفضلي كده لحد لحد امتكبه قصدي قعد احسبها مع نفسي الحزبة الأول قبل ما اعمل اي تصرف لازم طب يا رايك ناخد فاصل ونرجع تاني طب نطلع فاصل ونرجع تاني نستني انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جداً من ايه طيب؟ من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسراً ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت اختلافك سر تميزك اكسب وتعلم معنا مع مصابقة برنامج المراية هدايا قيمة للفائزين دورات تدريبية استشارات نفسية وكمان أسرية عضويات خصم خلال العام مقدمة من الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت كل اللي علي جمع اجابات للتلاتين حلاء المعروضة خلال شهر رمضان وابعتهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.feesbook.com المراية معنا اختلافك سر تميزك هذه المسابقة برعاية الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت اهلا بكم مرة تانية واحنا لسه بنعرف طريقة التغيير بعيد خطوات التغيير ايه مع الدكتور طب يا دكتور ايه بعيد خطوات التغيير طيب يبقى انا النهاردة حطيت ايدي على الوهم وعرفت ان انا في حاجة غلط في حياتي بحب حد اوكي طيب انا النهاردة زي ما قلتلك لو هو زوج عشان موضوع الزواج ده خطير شوية وحطك الانفصال مش سهل بس انا لازم اكون زي ما قلتلك احط الميزان كويس واحطه قدامي من حسنات وسيئاته واشوف انا فعلا شطان للداخلي ولا انا فعلا بقى اوهان ومش لقي نفسي ومش لقي حقوي وكذا 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 واللحظات الحلوة اللي بدنا قليلة جدا وضعيفة يا كد يكون بنتخاني ست ايام ويوم حلو حصدك ان انا فكر صحة جدا عشان انا ما اخد قراري اخده صحب وعشان ما انتحد وما انتدمش طيب عملنا كده خطوات بقى التغيير صعبة جدا اصعب حاجة انك انت تنفيذيها ليه لان انت اولا بتلاقي قدامك عقبات اول عقبات نفسك اللي هي اساسا بتحبه ورفضة ومش عايزة وخوفك من الطلاق او خوفك من انفصال صاحبتك زي انت قلتي بنحب الناس عارفين انها هنجرحهم او ان انا عايزة غير من شخصيتي او من شكلي او من عايزة اشتغل فانا الناس اتعودت ان انا اعدالهم في البيت فاضية خلي بالك ان اعماليتي تغيير دي موضوع كبير جدا 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 يعني نعملين فيها دورة كاملة طبعا دورة يعني كبيرة جدا يعني انا ممكن اخد كورس ازاي تغير اه طبعا لان حديك ممكن تكوني مش عارفة تخسي وممكن تكوني مش عارفة تغيري مظهرك ولبسك وطريقة انك تتحجبي او ما تتحجبيش مثلا التغيير في شخصيتي بلا حاجة كل حاجة انا عشان اخد خطوات نحو التغيير انا المفروض انه التغيير للأفضل مش للأسوأ طيب التغيير للأسوأ بيحصل اوتوماتيك لما الانسان بيتدمر نفسيا فبيتغير اوتوماتيك لكن التغيير للأفضل اخلي بالك من النقطة كمان ان التغيير اصلا سنة كونية يعني انت كده كده بتتغيري لما بتيجي تتجوزي وانتي بنت بنت بتتغيري لكن مبسوط ومش واخد بالك من بتغيري وماشى في الطريق بكيفك لكن احنا بنتكلم على التغيير اللي بنجد فيه معاناة ان انا عايزة ااخد قرار صعب علي هيأثر علي هيأثر على ولادي هيأثر على بيتي هيأثر على الناس اللي بحباها زي ما قلتلك ان انا لما هقرر انهي علاقتي بحد يبقى انا هتقلم اكيد هتوجع اكيد طبعا اكيد فانا زيان بيقوله ايه تعف ساعة ولا كل ساعة يا اما اعمل ده يا اما اكمل وافضل تعبانا هتوجع لفترة لكن غير لما كملت العلاقة هفضل العمر كله تعبانا يبقى انا لازم اقف مع نفسي وقفة جنبة جدا طيب عشان ااخد بقى الخطوة دي لازم اعرف كويس قوي ان انا عندي حاجة اسمها مقاومة ومقاومة المقاومة لمعنى انا عندي مقاومة لان اولا حضرتك لما هتيجي تأخذ التغيير يعني مسلا واحدة عايز تطلقها تلاقي جزها مش عايز تطلقها واهلها بيقولها حرم عليك ايه وما تفترش وما تخربش ببيتك وولادها بيقولولها يا ماما احنا عايزينك مع بابا ومش عارف ايه وجوزها بيقولها يا مفترية دي المقاومة دي مقاومة جديدة جدا المقاومة مش ضعيفة لان هي بتفضل في خناقة كبيرة جدا عشان كده بنلاقي اللي بتاخد القرار وجوزها مسلا رافض والدنيا مش مش بشياكة كده ممكن تقعد سنة واثنين وثلاثة بتحارب عشان توصل للطلق طب ايه مقاومة المقاومة بقى ان هي قاوم المقاومة دي ان هنا بقى ايه قدامي المقاومة دي ايه تحارب بقى حرب انك تقاوميها بنفس القدر فاكرا لما كنا بنقول في النظرات الفيزياء ايه المقاومة ايه اللي هي ارتاهت مني كل فعل رد في المستوي له في المقدار اه ومضد له في الاتجاه ايه برافا ليك ايه ايه فانا النهاردة ايه عندي مقاومة من اللي حوالي كلهم عشان اخد خطوة التغيير اللي انا عايزها وشايفة ان هي دي الصح لازم اقف بنفس القوة نفس القوة عشان عكس الاتجاه اه عشان اقدر وعكس الاتجاه ولو مش شايفة عفسي عندي قوة ما عملش لاني كده بوقفت في النصر منصحكيش ما تعملش لو انتي تعبانة عايز تاخد الطلاق فايه بما انت تخش النار وتعملي معاملة داي الزفتة او في الاخر نسمع انها بتخونة او بتقتله او كزا او كزا او كزا او كزا او ترضي كل دول طب افريد ان واحدة ما عندهاش القوة مش قادرة هي هتجيبها والله القوة بتجيش هتجي بالتدريج يعني قصي هتجي من جواها لما ترفض بجد اصلي بصي طول ما انا لسه كده بيبقى لسه جواها حبة مشاعر لسه برضو هي بتيجي في وقت لو جيبها دي كده ادها كنوز الدنيا تبقى قفلت خلص ولو كل الدنيا حربيتها تقول لهم مش عايز اعرفها اه لو امها قلت لأ ما ترضيش عني لو مش عارف اولادها قلولها مش روحوا لابوكم لو خدت القرار لو وصلت القرار لو طلع القرار حاسم دافع من جواها وباعد بجد فما فيش حب بيض في حقيقة كنت عملت دعوة قبل كده في حلقة قلت للرجالة يعني لو الست خدت الوضع ده فالله بس ما بتعبش ترجعها تاني كنت نصحت ولا الراجل والله بس انا هقولك على حاجة انت فان ان انا منصفة اي الراجل والستة انا في رأيي هم بشر اي الناس اللي بتكلمني ان اي ضد الستات او ضد الرجالة انا مش كده ما نتغطش على بعض ونوصل بعض لمرحلة دي انا وانت انسان في النهاية احنا بشر ربنا خلقنا بنفس الكافية مع اختلاف الجينات اللي هي بتخليني مختلفة كذكر او كأنسة اي لكن كبشر احنا واحد وفي الاحكام واحد وفي دخلنا النار واحد وفي دخلنا الجنة واحد مافيش اختلاف اي حاجه في الاحكام واحدة كل حاجه احنا وخدينها واحدة يبقى ان هم الموضوع بالنسبة لنا ايه متسوين كايه كبشر طب بما ان انا متساوين كبشر انا كمان الراجل بردو لو جاب اخر ما بيرجعش لما برضو بس بقى انا كلمتني واحدة قالتلي كده قالت لي زوجي عمل مستحيل وتجوز علي ومش عارف ايه وكذا وكذا بس انا مش عارف ايه وكذا وكذا قالت لي استرده ازاي؟ قالت لها طيب نتكلم وقعدنا نتكلم وقعدت لي بص ايه هو انا عارفة انا غلطانا هو كان ياما بيقول لي وصلته لمرحلة هي منفعشت فيها رجعة وعيش معها واخلاق وكويس وكل حاجة بس بتقول مش قادرة لا ايه بتخبه في قلب تاني انا تعبانة هي بتكلمك انها تعبانة انها ندمت ندمت بس مش حافظ تسترده ومش عارفة تسيبه ومش عارفة تطلق ولا تسيبه لانها لسه متعلقة بيه ومش عارفة تعمل ايه يعني موضوع خطير بصراحة بصراحة وكل المواضيع خطيرة بس بطلدنا لها حلول دايما والوقت بيجرب حضرتك بسرعة ان شاء الله برضو برضو نفس الكلام عشان موضوع الحلقة ايه في القرآن تحدثت عن الذين يعيشون الوهم مدى الحياة ويظنون انهم مصلحون ثم يكتشفوا انهم يسعون وراء السراب كل حاجة في القرآن سبحان الله هنستنى برضو الاجابات 30 اجابة مجمع 30 اجابة صحيحة مجمع الاسم سلاسي الايميل رقم التليفون هدايا مقدمة من الاكاديمية الدولية للتطوير الذات و هستنى ان شاء الله تبعاتولي الاجابات كلها في اخل الشهر الكريم و هستنىكو برضو بكرا ان شاء الله في حلقة جديدة و نشكر الدكتورة جهان حسين ألف شكرا لحضرتك و هستنىكو بكرا ان شاء الله و حلقة جديدة و عنوان جديد شكرا لكم كنت معكم الناس كامل الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت اسمعت عن دكتورة جيهان مين ديا عندك دياسي دي استشاعري اثري و نفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك و يساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كدة ايوا انت خسرا ايه و انا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تانى أصل عمر الانتحار مكان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزاك اختلافك سر تميزك استشارات نفسية وكمان أسرية عضويات خصم خلال العام مقدمة من الأكاديمية الدولية لتطوير الزاك كل اللي علي جمع إجابات للتلاتين حلقة المعروضة خلال شهر رمضان وبعثهم على صفحة البرنامج على فيسبوك www.feesbook.com المرايا معنا اختلافك سر تميزك هذه المسابقة برعاية الأكاديمية الدولية لتطوير الزاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر